في تقرير أمريكي جديد نشرته مجلة فوريبس يضيف إلى تقارير سابقة حول عدم فعالية طائرات F-16 العراقية تعود مخاطر مواجهة خلايا الإرهاب النائمة على رأس الأولويات العراقية في صناعة السيادة والاستقرار التقرير الجديد أكد عدم فاعلية الطائرات المقاتلة العراقية لعدم تزويدها بالصواريخ المناسبة بالإضافة إلى عدم إمكانية استخدام الطائرات الروسية في الربع الأول من عام 2023 بسبب الحصار المفروض على قطع الغيار والمعدات الروسية نتيجة تداعيات الحرب الأوكرانية طائرات F-16 التي يؤكد مكتب المفتش العام الأمريكي أنها الأساسية في العراق لمواجهة داعش الإرهابي الأمر الذي يضع البلد أمام مهمة صعبة سيما أن التقرير كشف عن أن القوات الأمنية ما زالت تعتمد في معلوماتها الاستخبارية في مجال المراقبة والاستطلاع على مصادر التحالف بسبب محدودية قدرة تلك الطائرات وعدم تزويد البلاد بقدرات تكنولوجية تمكنها من الاعتماد على نفسها في هذا المجال خبراء وأمنيون أكدوا استمرار حاجة العراق لتعاون التحالف الدولي في مواجهة الإرهاب سيما مع موجود ثغرات كتلك المتعلقة بضعف قدراتها الجوية العسكرية أما طائرات سوى 25 الروسية يؤكد تقرير أنها لا تستخدم إلا للتدريب في المقام الأول ولا يمكنها حمل سوى الصواريخ والقنابل غير الموجهة سابقا قالت قيادة العمليات المشتركة إن امتلاك أسطول طيران يتوقف على عامل تخصيص الأموال باعتبار أن سلاح الجو واحد من أغلى الأسلحة لدى جميع جيوش العالم اشتركوا في القناة